أما رياضيا حقق منتخب مصر للشباب الفوز على منتخب النعجر بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في افتتاح مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس العرب للشباب لكرة القدم والمقام في مصر حتى يوم السادس من يوليو المقبل سجل هدفي منتخب مصر كل من عبد الرحمن صميدة في الدقيقة الخامسة والعشرين ويوسف محمد في الدقيقة الخامسة والتسعين ليحصد منتخب مصر أول ثلاث نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم أيضا الجزائر وموريتانيا قرار بيتسوم الثماني المدير الفني لفريق الأهلي الدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة قبل مباراة إياب نصف نهائي دور أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالقاهرة كانت بعثة الأهلي قد عادت من تونس فجر اليوم وذلك عقب التغلب على الترجي بهدف نظيف في رادس بذهاب نصف نهائي ليقترب الأهلي من التأهل لنهائي دوري الأبطال نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في تمديد عقد محمود حمد الوينش مدفع الفريق لثلاث سنوات قادمة حتى عام 2025 كان الزمالك تعاقد مع الوينش من طلائع الجيش في عام 2016 ويقدم اللاعب أداء مميزا مع الزمالك والمنتخب الوطني مما دفع إدارة الزمالك لسرعة تمديد التعاقد معه تسابق أكثر من 150 لاعبا في بطولة الجونة للألعاب المائية في رسالة للعالم تثبت قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية العالمية استقطاب السياحة العالمية كان هو الهدف من تنظيم بطولة الجونة للألعاب المائية الذي استمرت فاعلياته على مدار أربعة أيام على شواطئ الجونة مرسلة رسالة للعالم أجمع تثبت قدرة مصر المستمرة على استضافة واستقبال الأحداث الرياضية العالمية مدينة نفسها كانت مزدهرة بالشباب واللعابة اللي جايين من 8 بلاد حوالين العالم حوالي 150 لاعب كانوا مشتركين في البطولة السنة دي وده بيدعو لنا للفخر أن احنا مبسوطين أن احنا أسسنا حدث زي ده في الجونة وإن شاء الله مكملين في السنين الجاي ونكبروا أكتر وأكتر بإذن الله أكتر من 150 لاعب تسابقوا في أربع لعبات مختلفة وهي ركوب الأمواك شرعيا وركوب الأمواك بالطائرات الورقية والتزلج على الأمواك بالحبل والإبحار ليحصل الفائزين على جوائز مالية يصل مجموعها 300 ألف جنيه الجائزة بتاعتي كان أن احنا أخذت الدور الثالث أخذت المركز الثالث مبارح ولسه مستنيين أن هما هيديسايد أورادي الجائزة هتكون إيه للثالث والأول والثاني الرولز عبارة عن مفوط بيبقى فيه زي كورس بيبقى عبارة عن فيه مفوط زي تارجت معين في المياه مفوط بتلف من حواليه على حسب كامل لوب معين الليرس كومتة هو اللي بيحددها بيبدأ بيستارت وبيخلص بفينيش ونظام بوين تبقى على مدار أربع أيام عقاد المهرجان حققت فاعلياته نجاحا كبيرا وكسبت رضاء كل المشاركين بها ما شجع القائمين على المهرجان أن يكون مهرجان الجونة للألعاب المائية حدثا ترفيهيا سنويا يضع هذه المدينة الساحرة على الخارطة الرياضية للألعاب المائية العالمية مرنعادل أكسترينز بات شبيبة القبائل الجزائري على مشهر فتاه للمباراة النهائية ببطولة كأس الكنفدرالية الأفريقية بعدما اقتنص فوزا ثمينا على مضيف القطن الكاميروني بهدفين لهدف ومن المقرر إجراء لقاء العودة على ملعب الشبيبة يوم الأحد القادم ترجمة نانسي قنقر قام أرواد الفضاء بتجهيز محطة الفضاء الدولية بأول سلسلة من الألواح الشمسية الجديدة استغرق الأمر عمليتي سير في الفضاء لرائد الفضاء الفرنسي توماس باسكت ورائد فضاء ناسا شين كيمبيرا وذلك لتركيب وفك اللوحة بطول 19 مترا اشتركوا في القناة